يهتم المزارعون بهذا البيض الاسود لن تصدق من الذي يخرج منه مؤخرا بدأ الفلاحون في اوروبا بتربية دواجن سوداء على الارجح انت لم ترها او تسمع بها من قبل ولكن هناك بالفعل دجاج اسود اللون من شأه الاصلي اندونيسيا ويسمى لامبورغيني هذا الدجاج من اغلى انواع الدجاج في العالم وكذلك بيضه ويقال ان لحمه صحي ومفيد للغاية الدجاجة سوداء بالكامل حيث يطول السواد لون الريش والمخالب والجلد كل شيء فيها اسود اللون حتى لحمها اسود اللون والسبب وراء هذا اللون الاسود هو سبب جيني حيث بها صبغات تمنحها اللون الاسود وهي عالية التركيز ويؤثر هذا الجين حتى على لون البيض ويجعل لونها رماديا او اسود بدأ انتشارها في اوروبا وامريكا قبل 20 عام ويصل سعر الدجاجة الواحدة الى 250 دولار ومتوسط وزن الدجاجة الواحدة 2 كيلوغرام ويصل وزن الديكي الى 3 كيلوغرام تتميز هذه الدواجن بمذاقها الطيب وهي تؤثر ايجابيا على الصحة حيث تزيد من مناعة الجسم نحو الامراض ويقال انه في اندونيسيا يتم تخصيص هذا الدجاج للنساء الحوامل لاحتوائه قدرا كبيرا من الحديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر